للمزيد مشاهدين الكرام حول تطورات الأوضاع على معبر رفح البري معي من هناك مراسل التلفزيون المصرية الزميل كريم بيبرس كريم بعد التحية لو تطلعنا وتطلع المشاهد الكريم عن آخر التطورات بشأن خروج المصابين من قطاع غزة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ صباح اليوم بدأت الدفعة الأولى من سيارات الإسعاف المصرية بالدخول عبر معبر رفح المصري وصولاً للجانب الفلسطيني منذ صباح اليوم دخلت ما يقرب من 30 سيارة إسعاف من هذا المعبر من خلفي ولكن أيضاً بالتزامن مع دخول هذه السيارات وهي الدفعة الأولى دخل أيضاً معها عدد كبير من الشاحنات شاحنات المحملة بي المستلزمات الطبية والأدوية والأغذية وأيضاً شاحنات للمياه والتي تعد أيضاً ضمن الدفعات المستمرة خلال أيام السابقة لدخول هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني دخلت صباح اليوم هذه سيارات الإسعاف واستمرت داخل هذا المنطقة الفاصلة بين معبر رفح المصري وأيضاً البابة الفلسطينية بضع ساعات وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات تقريباً خرجت السيارات الأولى المحملة بالمصابين من الأشقاء في فلسطين ليتم معالجتهم هنا في إما المستشفى الميداني في الشيخ زويد الذي تم إنشاؤه خلال الأيام السابقة أو في مستشفى العريش العام أو بعض المستشفى الأخرى مثل مستشفى بئر العبد خرجت يعني حتى الآن ما يقرب من ثماني أو تسع سيارات إسعاف محملة بالمصابين من الأشقاء الفلسطينيين منهم طفل صغير ومنهم امرأة وبعض المصابين الأخرين الذي رأيناهم يخرون من هذه البوابة وبعد خروج هذه السيارات يعني زاد عدد السيارات الإسعاف من الجانب المصري زاد عددهم بعدها بكثير الذين يتوجهون إلى معبر رفح المصري يذهبوا إلى قطاع غزة إزداد العدد يعني على مدار اليوم هذه السيارات تستمر في الذهاب من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني في نفس ذات الوقت أيضا مزدوجي الجنسية ليسمح لهم بعبور معبر رفح تم تجهيزهم بالفعل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح لكن إلى الآن لم يدخلوا إلى الأراضي المصرية الأنباء تقول ما بين 300 و 500 من مزدوج الجنسية لكن الأولوية ستكون للمنظمات أعضاء المنظمات الدولية داخل قطاع غزة هم لهم الأولوية في العبور ثم بعد ذلك مزدوجي الجنسية من الفلسطينيين داخل قطاع غزة أيضا هذه الإصابات تتوجه لعدد من المستشفيات التي تمت بالفعل المرور عليها من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف أيضا ليشاهدوا مدى استعدادية وجاهزية هذه المستشفيات خلال الأيام السابقة مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد الميداني التي تم إنشاؤه ومستشفى بئر العب أيضا على الجانب الآخر الهلال الأحمر الفلسطيني قال أنه تسلم بالأمث أكثر من 20 شاحنة من المساعدات المصرية بالإضافة أيضا لعدد من الطائرات التي ما زالت تستمر في الهبوط في مطار العريش الدولي من أجل أن تصل هذه المساعدات إلى مدينة العريش ثم تتحرك إلى معبر رفع أكثر من 60 طائرة حتى الآن وصلوا إلى مطار العريش الدولي محملة بأكثر من 1300 طن من المساعدات الجوية وأكثر من 3900 طن من المساعدات الأرضية هنا من التحالف الوطني والهلال الأحمر المصر وغيرها من المساعدات تستمر في التحرك نحو معبر رفع المصر للوصول إلى الأشقاء في فلسطين ولكن الأهم هي بالطبع المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية لهم الأولوية كريم مما لا شك فيه أن مزدوجي الجنسية وأنت تحدثت عن أن هذا العدد يتراوح ما بين 300 إلى 500 من المزدوجي الجنسية هل تراهم هل يتكدسون أمام المعبر من الجانب الإسرائيلي وماذا أيضا عن شاحنات المحملة بالأطنان الكبيرة من المواد الغذائية والمتكدسة حتى هذه اللحظات أمام المعبر في الجانب المصري دعوني أن نقل لكم الصورة الآن يعني ربما هي تتحدث أكثر مني من خلفي هذه الطريق كانت من قبل متكدسة بالشاحنات بداية من معبر رفح بوابة معبر رفح وصولا إلى أوائل مدينة رفح يعني على حدود مدينة رفح وصولا أيضا في بعض الأحيان للشيخ زويد وللعليش ولكن خلال الأيام السابقة دخل عدد كبير جدا من الشاحنات داخل معبر رفح حتى الآن كل الشاحنات التي كانت متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية دخلت بالكامل إلى معبر رفح ليتم تفتيشها بعد ذلك في بوابة أو معبر العوجة من قوات الاحتلال ليتم إدخالها للهيل الأحمر الفلسطيني ولكن بعد اليوم أدخل للشاحنات الأخيرة التي كانت متكدسة بالفعل كما ذكرتم أمام معبر رفح هناك العديد من الشاحنات التي بدأت أن تتحرك بيقرب من أربعين شاحنة جاري تجهيزهم الآن ليتحركوا من مدينة العريش والأماكن التي تم تخزينها في مدينة العريش لتصل إلى معبر رفح لتصل إلى القطاع غزة القطاع الفلسطيني من الناحية الأخرى أما بالنسبة لمزدوجي الجنسية فرصدنا أيضا وجود ممثلي الصفارات من أمام بوابة معبر رفح المصري اللي يستقبلوا المواطنين الخاصين بهم مثل دولة اليابان كان متوجدين أستراليا النمسا وعدد آخر من أيضا ممثلين هذه الدول كانوا متوجدين أمام معبر رفح لاستقبال مزدوجي الجنسية ولكن يتم الفحوصات عول هؤلاء الأشخاص وانتماءاتهم من قوات الاحتلال قبل أن يتم السماح لهم وتأكمل أوراقهم قبل أن يتم السماح لهم بالعبور حتى للبوابة المصرية ليتم العبور لهم أو يتم دخولهم للبوابة المصرية ومصر من هنا والآن وأنا أتحدث إليكم تخرج أيضا إحدى الشاحنات التي كانت محملة بالمساعدات التي وصلت بالفعل صباح اليوم دخلت إلى معبر رفح والآن هي تخرج الآن بعد أن أنزلت حمولتها داخل الأراضي الفلسطينية ربما تكون من الشاحنات التي دخلت اليوم أو من الشاحنات السابقة من أمس ولكن هذه الشاحنات ما زالت مستمرة هي وصيرات الأسعاف في الدخول للخروج من معبر رفح المصر كريم أخيرا كنت أود أن أسألك عن صدى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الأزراء بالأمس وهذه الزيارة التي أحدثت شيء من التأكيد على السيادة المصرية وعدم تصفية هذه القضية من الأساس والكل تحدث عن هذه الزيارة وعن أهميتها وفي عجالة سريعة زميلي كريم يعني ربما إذا سمعتك بشكل صحيح زميلي مصطفى يعني بالفعل هذه الزيارة كان لها تأثير كبير بعد هذه الزيارة كان هناك ضغط أيضا أكبر من الدولة المصرية يعني نرى هنا في مدينة العريش ومدينة الشيخ زويد ومدينة رفح استعداد كبير جدا من قبائل اتحاد قبائل سيناء من المواطنين داخل رفح والعريش وأيضا الشيخ زويد يعني الحماس تحرك داخل هؤلاء المواطنين للتأكيد على أهمية دخول هذه المساعدات خصوصا بعد المؤتمر الذي أقيم هنا أماب بوابة معبر رفح المصرية بحضور بالطابع رئيس هيئة الاستعلامات هنا في مصر دكتور ديارة شوان وأيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي تحدثوا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية لن يتم تصفياتها على حساب الدولة المصرية وأننا لن نفرط بأي شكل من الأشكال في شبر من أرض سيناء الغالية التي ضحها من أجلها الشعب المصري والجيش المصري الكثير من الأرواح والدماء المصري التي انسالت على هذه الأرض الطاهرة لن يتم تصفيات القضية الفلسطينية وكان هذا ما أكد عليه المتطوعين الذين كانوا متواجدين بالفعل هنا من أمام معبر رفح كل الشكر والتقدير كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من معبر رفح البري شكرا جزيلا لك